بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين فيديو اليوم عن من هو الشخص الذي تتبع الرسول أثناء هجرته من مكة إلى المدينة احنا كنا بنعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة برفقة صديقه هو أبو بكر الصديق لكن الشخص الذي تتبعه أثناء هجرته هذا قبل الإسلام هناك شخص والرسول وعدوا عندما تتبعوا قال له ارجع فلك صوري كسرة والفرس يعني الرسول أعطاه صوري كسرة والفرس وقال له ارجع يا فلان وذكر الاسم يعني اكتبوا لي في التعليقات من هو هذا الشخص الذي تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء هجرته من مكة إلى المدينة هو ورفقة صديقه أبو بكر الصديق يعني احنا كنا يعني شاهدنا فيلم الرسالة وما يخفاش عليكم من هو هذا وهو صحابي في الأخير يعني في آخر الداعوة الإسلامية أسلم اكتبوا في التعليقات من هو هذا الشخص الذي تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء هجرته من مكة إلى المدينة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واختيار الكل والإعجاب بالفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة